أهلا بحضراتكم من جديد طيب يمكن أهم خبر بيتصدر السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة الخبر الرسمي اللي أعلنه النادي الأهلي بخصوص توجيه الشكر لريكاردو سوارش ومعاونيه وتقدير النادي الأهلي لجهودهم الكبيرة خلال الفترة الأخيرة يمكن الخبر الرسمي وجه مجلس إدارة النادي الأهلي الشكر للسيد ريكاردو سوارش المدير الفني لفريق الكورة وجهازه المعاون عن الفترة الماضية التي تولى فيها المسئولية وأكد المجلس على تقديره الخالص للجهد الكبير الذي بزلوا سوارش ومساعدين ومحاولتهم التي لم تتوقف عن بزل أقصى ما لديهم سواء في التدريبات أو المباريات حتى يتمكن الفريق من تقديم الأداء المنتظر وتحقيق النتائج المرجوة وهو ما يقدره النادي ومسئوليه وفي إطار الاحترام والاحتراف الذي يحكم العلاقة بين الطرفين ونظرا لبعض المعطيات تم اليوم إنهاء التعاقد مع السوارش ومعاونيه بالتراضي وعبر مجلس الإدارة عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في خطواتهم المقبلة ده الخبر الرسمي والقرار الرسمي الذي تم اتخاذه ظهر اليوم من قبل إدارة النادي الأهلي وبالفعل خلاص ريكاردو سوارش كان في النادي منذ حوالي ساعات أوليلة جدا بيجمع كل متعلقاته للمغادرة وطرق مصر خلال الساعات القادمة وبالتالي يبدأ النادي الأهلي بدء من اليوم عدة اجتماعات للتحضير للفترة القادمة التحضير للفترة اللي جاية مش مرتبط بس بالجهاز الفني لا مرتبط بالجهاز الفني مرتبط بالتحضير للقايمة المحلية والقايمة الإفريقية خمستاشر تسعة آخر موعد لإرسال القايمة الإفريقية اللي هتلعب بيها دور الـ 32 أو الدور التنهيدي التاني في منتصف أكتوبر بإذن الله غالبا مع بطل تونس أو بطل رواندا كمان هيتم مناشة بقى ملف اللعيبة اللي ممكن يتم التعاقد معها وإعلان الصفقات خلال الساعات اللي جاية كمان إعلان يعني إعارة عدد من اللعيبة رحيل عدد من اللعيبة ممكن يكون فيه صفقات تبادلية كل الأمور دي هتتم خلال الأيام القادمة أو ممكن يكون فيه بعض التفاصيل اللي هتتم إعلانها خلال الساعات القادمة لذلك بعد إعلان رحيل سوريش هيبدأ التحضير للموسم الجديد بدءا من النهاردة اجتماعات مستمرة منذ الصباح الباكر كانت فيه اجتماعات برضو خلال الأيام القادمة الماضية لأكثر من 4-5 ساعات يوميا بالبحث لمسألة التحضير للموسم اللي جاي لأن السنة الجاية أو الموسم اللي جاي الميزة اللي فيه أنك هتبدأ البطولة الإفريقية أو بطولة الدوري وانت محدد ملامح القائمة بتاعتك مش هتستنى بقى الانتقالات يناير عشان تبدأ تفلتر القائمة الإفريقية لا القائمة الإفريقية السنة دي فيها أمر استثنائي هو طبعا طبيعي أن يكون أمر طبيعي لكن أمر استثنائي السنة دي إنك تقدر تأيد كل الصفقات الجديدة اللي هتبرمها خلال الفترة اللي جاية وبالتالي أي صفقة الأهل هيدمها ويعلنها خلال الفترة اللي جاية قبل 15 تسعة يقدر يتم قدها في القائمة الإفريقية عشان تبدأ المشوار الإفريقي فبالتالي الاجتماعات مستمرة وأكيد هيكون فيه قرارات وإعلان مواقف بالنسبة للمرحلة الجاية بالنسبة لفريق القورة سواء بقى من خلال الكابتن محمود الخطيب لجنة التخطيط مدير التعاقدات كل الأمور دي أكيد فيه اجتماعات مستمرة بتجمع كل هذي الأطراف أو كل هلية الأطراف عشان تبدأ تشوف المرحلة اللي جاية ترجمة نانسي قنقر